اشتركوا في القناة وهو موضوعنا لهذه الفقرة وأستضيفه معي للنقاش حول هذا الموضوع على أستاذ خالد القنيعة مؤسس شبكة محتويز ومن السديوهات هنا في جدة ينضم معنا أستاذ عمر ريبان يوتيوبر وصانع محتوى وباحث في التاريخ هياكم الله وشكرا لقبول الدعوة أهلا بضيوفي الجدد إذا جاز لنا التعبير هيا أكلم معنا أستاذ خالد أهلا بك اليوم نتكلم عن ثقافة جديدة نتكلم عن أذوات جديدة السؤال قبل ما ندخل ونبحر ونبحث عن الأشباب هل نمتلك صناعة محتوى حقيقي كالكاست اليوم غير بالفعل معادلة صناعة المحتوى لو قلنا إيه طيب إيش الإثبات عليها؟ الجواب بكل بساطة أنه ساعد هو لأنه قام بفتح الباب لجميع من يرى نفسه صانع محتوى ويقوم بنشر محتوى عليها عمر أنت يعني تنشر الكثير من المعلومات المعرفية المعلومات التاريخية المعلومات التي خلينا نقول أنه فيها تصحيح للتاريخ أو إعادة تعريف للتاريخ كيف يبدو عمر مشهد المتابعين لليوتيوب خصوصا من هم غارقين في عالم الفلوكات والمقالب وكيف تصنف هذه التجربة أولا حياك الله الله حياك الله حياك ضيفك الكريم ونتشرف أن ننضم معاكم من الله حياك بالنسبة لفكرة اليوتيوب أو كيف أنك تحصل على أنا حقيقة حصلت لي موقف زمان وأنا صغير فسبب لي تغيير في مسألة المعرفة أتذكر كان يدرسنا مدرس في الرياضيات فكانت المادة جدا صعبة لما تغير المدرس أصبحت المادة سهلة فهذا الموقف يعني جعلني أفكر هل المشكلة في المادة ولا المشكلة في نقل المادة بعد ما عرفنا يعني ما عرفت مع التقدم في العمر أن الشخص الذي ينقل المعرفة له دور كبير جدا في إيصال المعرفة لذلك أنا يعني تم رحلت في الدراسة حتى وصلت الماجستير وخدت يعني كانت رسالتي حول إدارة المعرفة وهذا أحد التخصصات في جامعة الملك عد العزيز هذا ساعدني كثير في كيف أني أنقل المعرفة من الكتب إلى القناعة اليوتيوب وبأساليب حديثة حتى أنك تستطيع أن المتلقي يستفيد من قراءة الكتب موجود ملايين الكتب في العالم ولكن كيف أنك تنقلها بطريقة سهلة فيها متعة حتى يعني من ضمن هدافي اللي هو متعة المعرفة هذه اللي أنا مسمي فيها قناتي أو جميع الوسائل التواصل اللي أتكلم فيها كيف أني أجعل المعرفة متعة ولذلك يبدأ الشخص أنه يتلقاها بشيء من المتعة و يعني حتى أحد المواضيع اللي تكلمت فيها سر العظماء مثلا تجد أنهم عندهم نوع من المتعة في الأشياء اللي يعملونها فمن المهم جدا أن تنقل المعرفة بشكل ممتع حتى الشباب القادمين يبدأون يعني يتعلمون هذه الأشياء ويقبلون عليها بشكل كبير هذا من يعني من أهم الأشياء اللي مفترض على صانع المحتوى أن يركزوا عليه يعني ما هو مطلوب من الشخص صانع المحتوى أنه يقدم أي محتوى ويقول لا تعالوا الأشخاص الأطفال أو المراهقين تابعوني يجب أنك ترتق بمستواك وتكون يعني تلامس جانب مهم في شخصياتهم في كيف تجذبهم لك هذه مسألة مهمة وأعتقد أنها أمانة على صانع المحتوى حتى يجذبوا وينقلوهم من التفاهات اللي تابعونها والمقالب إلى شيء يفيدهم في حياتهم المستقبلية وفي حياتهم اليومية هذا يعني مسألة مهمة جيد عمر أنت ذكرت نقطة مهمة جدا أنه أنت تنقل المعلومات من الكتب وتعيد خلينا نقول صناعتها وتعريفها لتكون محتوى معرفي يقدم عبر القنوات الرقمية السؤال لماذا لازلنا أو لماذا لازال الكتاب هو مصدر المعلومة هل يمكن أن تكون القنوات الرقمية مصدرا للمعلومة أيضا في الوقت الأخير مع تطور التقنية طبعا في معلومة لازم أقول لك عن اليوتيوب طبعا اليوتيوب كان صعب قبل استخدام الجوال والتقنية الحديثة في الجوال بعد ما انتقل وبدأ الناس تستخدمون الجوال واستطاعت تخيل الآن 50% من اللي شاهدون اليوتيوب على الجوال فعملية نقل المحتوى مهمة جدا هذا واحد اثنين لما تنقل المحتوى تذكر المصادر طبعا الكتاب جزء مهم في المعرفة لكن ليست المعرفة الوحيدة قد تكتسب المعرفة من طفل تقابله يعطيك معلومة جيدة ممكن انك تتأكد منها وسائل التأكد من المعلومات اصبحت الآن متاحة بشكل كبير مع المكاتب الرقمية مع الجامعات الآن الجامعات تعتمد بشكل كبير على تحويل الكتب الورقية الى كتب رقمية هذا سهل جدا انك تحصل على المعرفة لذلك يجب الواحد انه يكون عنده لقافة معرفية طبعا مهمة لقافة شخصية لقافة شخصية اني اتابع جوال كشوش فيها يعني تابع على اشخاص لكن اللقافة المعرفية هي كل ما تسمع معلومة جديدة كل ما يطرأ في بالك فكرة جديدة تبدأ تبحث عنها وتجد حولها محتوي فيد الاخرين وبكذا تنقلها لهم تستطيع انك تجذبهم ثم بعد ذلك تنقلهم معرفة حتى يستفيدوا منها جاي خالد اليوم لما نتحدث عن المعرفة نقول ان المعرفة هي الأساس تحديدا في البودكاست واليوتيوب الهدف من صناعة هذا المحتوى عمر قبل مطلع الفاصل أبس لك ذاتي السؤال من المسؤول عن ملء هذا الفراء في المحتوى العربي طبعا انا بقولك في نقطة مهمة يعني المتلقي العربي او الشخص العربي لا يعشق القراءة وانما يعشق المشاهدة والاستماع وهذا أمر مهم لما كثير من الأشخاص يدرسون تجدهم أن القراءة حتى ليتعلمها اللغة الإنجليزية تجد أن الشخص العربي في النطق والاستماع جيد بينما في الكتابة غير جيد وهذا يعني يعني معرف فيه الأشخاص العرب أنهم محبي للاستماع والمشاهدة لذلك المحتوى المرئي أعتقد أنه مهم جدا لنقل المعرفة وليس فقط الكتابي فكل شخص فيه مسألة مهمة لا أدري إذا قبل الفاصل يمدينا نقولها تفضل تفضل فيه مسألة وهم الكمال وهذا بعض الناس أنا أعرف أشخاص عندهم عشرات المقالات عشرات الكتب عندهم مقاطع فيديو كثير لكن ما ينزلها في أو ما ينشرها ليش يقول أخشى أن يكون فيها خلل عنده وهم للكمال ويبغي يكون عمله كامل وهذا يجعله يعني عنده في المكتبات وما نزلت المقاطع ما نشرها حتى يبغي يظهر بشكل كامل وهذا مستحيل إذا وجدت أنه عندك جانب مهم بالمعرفة قدمه وهذه مسؤولية كل إنسان يمتلك معرفة أو خبرة في أي جانب يستطيع أن يحولها لمحتوى مرئي سهل جدا على الجوال تقدر تحولها وتفيد الناس أو تقبل الإضافة والتصحيح من النقد ليكون محتوى موثق بالدرجة الأولى هذا مهم جدا ذكر المصادر من أهم الأشياء المصادر مهم جدا أن تذكر في المقاطع أو في المحل التي تقدمه فاصل حيوكم الله من جديد أعود لك عمر والحديث لا زلنا فيه عن تحديدا عملية نشر المعرفة النخبة المثقفة من الكبار لماذا لم تتعمق في نشر المعرفة في الإنترنت لماذا هم بعيدين عنها أصلا هم حقيقة يحاربونهم يعني طبيعي عاش فترة زمنية معينة تعتمد على الكتاب والمقالات ولغة عالية جدا فلما تجي تقوله ننتقل إلى اليوتيوب يرون أنفسهم لخبة يرون أنفسهم لخبة بعضهم قد يروا أنه يقول أنا ما أبغى أنزل لمستوى معين أنا أحتاج يعني ما ينزل للواقع أو ينزل بحكم هو طبعا يبرر بأسباب كثيرة ولكن فعليا هو يخاب من التقنية مر عليه فترة زمنية ما كان فيه التقنية الموجودة والتقنية سريعة فهذا يسبب لهم نوع من الخوف من هذه التقنية يبدأ يبرر يقول أنا ما أبنزل للمستوى هذه عشر دقائق ما تعطيني الفكرة مع أنه محتوى المفترض أنه يبدأ يقدمه وينزل للشارع والشباب طبعا هنا هنا يجي الشباب اللي في منتصف العمر هم المفترض أنهم يأخذون من الكبار والقدوات الكبيرة ثم يخفضون مستوى اللغة للشباب والنشأ القادم حتى يكونوا فيه يعني اتصال بين الجيلين هم طبعا الشيباني يخافون من التقنية طيب أعتقد من حق الجميع يصنع المحتوى المحتوى الجيد دائما يقال أنه لها سوقة عمر هل يمكن أن نقول أنكم المثقفون الجدد والله نتمنى ذلك يعني نحاول نسعى أن ننقل المعارف يعني الأشخاص اللي في العالم العربي غالبا عندهم الاستماع والرؤية عالي جدا حتى اليوتيوب إحصائية 2020 يقول لك الوطن العربي يعتبر رقم اثنين في مشاهدة اليوتيوب على مستوى العالم فهذه يعني أمانة ضخمة ونتمنى أن نكون عليها لكن بالنسبة في نقطة بسيطة لضيفك اللي يداخل معنا بالنسبة للمشاهير اللي يقول أنهم طالما نقدم محتوى والناس تابعوا أكيد أنه جيد هذا مو صحيح ليش لأنه قد يكون سوى خطأ والناس تتابع الغرائب أو تتابع الأشياء كل ممنوع مرغوب فيذهبوا جفاء وكل ممنوع مرغوب يعني يظهر بشيء غريب خارج عن نطاق مثلا التقاليد أو الأدب أو شيء يعني جيد فيصبح تتجه للأنظار ليس يعني لمتابعة وإنما بس يبغون يشوفون إيش عنده من جديد هذا يأخذ غالبا في رأي الخالد هنا خالد يقول أنه يا أخي من وش المعيار اللي تقول أنه جيد وأنه سيء دام أنه صنع محتوى من حقه يصنع محتوى أنا أشوف فتافة أنت تشوف فتافة فلان يشوف جيد هذا شأنك لكن دامني قادر أنه أصنع محتوى فليل حق جميل طيب إيش الانعكاس اللي يقدمه ممتاز هو جاب محتوى الناس تابعه تابعه لغرابته أو لسذاجته يعني ممكن أو أنه يعني جاب شيء جديد غريب بس بعدين إيش يعني أنا لما أطفالي أو أطفالك أو أطفال أي واحد أجي يقول لهم شاهدوا هذا إيش الانعكاس اللي بيحصل بعده يعني إيش بيكون هدف طفلي أو هدف النشأ الجديد أنه يكون مثل هذا طيب هل اكتشف علاج الكورونا هل عمل شيء يحقق جائزة عالمية هل يسعى لتحقيق جائزة نوبل في مساعدة العالم على الأزمات التي تواجهها ما قدم شيء بس بيبدأ يعني يكون قدام الكاميرا ويستعرض بعض الأشياء التافها وبعدين إيش الخطوة التالية يعني إيش عنده من شيء تالي يفيد الآخرين فهذا مجرد متعة لحظية واضح خالد الأثر هو من يحدد إذا كان هذا المحتوى جيد أم لا أنت تقول يا أخي من الصعب أن نحط معيار من الصعب أيضا من مخيف جدا لما يدخل آرانا الشخصية في تحديد ما هو الجيد والسيء لو أنا كخالد لا أرغب بمشاهدة أي محتوى رياضي هل يمكن أن أقول لا يحق لك تشاهد أو تصنع محتوى رياضي لأنه أؤمن لا قيمة له من حق أي شخص يصنع أي محتوى يظل فيه فقر كثير محتوى العربي مدامك تصنع محتوى لا يؤدي إلى ضرر بأي وسيلة كانت فلا مشكلة ما هو جيد وما هو غير جيد يحتمل أو يتم تعريفه بما تراه أن تكلم في الضرر يظل إما يكون ضرر من ناحية ضرر دينيا وحتى وطنيا وحتى ضرر الشخص يعني خلينا أعطيك على سبيل المثال ونأخذ هذا المثال خالد أحد المشاهير قام بتقليد بأحد اللقطات في أحد الأفلام الوثائقية على أحد التطبيقات العالمية وأخذ حيوان جلك الله ودخله في المايكروين وبعد فترة مارس نفس الفعل بعدها فترة كان جزء كبير جدا من الأطفال يمارسونها بل أنهم قتلوا حيوانات عمر من هو جمهورك في اليوتيوب أنا في اليوتيوب طبعا اليوتيوب يعطيك برامج مساعدة لعملية معرفة الإحصائيات يعطيك إحصائيات دقيقة للدول والأماكن والأشخاص أنا غالبا عندي تقريبا 88% من الجمهور هم من الذكور يتابعوا المحتوى بالنسبة للأعمار تقريبا من 23 سنة إلى 35 سنة هم جمهوري الأكثر في اليوتيوب وكم يبلغ عدد مشاهدين قناتك الآن الحمد لله 22 مليون مشاهد على القناة وهذا يعني القنوات اللي يكون فيها معرفة ويكون مشاهدات يعني أنا أعتبر أنها خطوة جيدة وإيجابية والحمد لله أن فيه ناس يبغوهم محتوى إيجابي هذا يعني شيء مبشر وجميل أنا أفتخر فيه أن فيه ناس يريدون المحتوى الإيجابي فلذلك تكون حيانا مشاهدت عليه لكن أنا زي ما ذكرت في البداية المشكلة في صانع المحتوى حيانا لما يستخدم مسلوب تقليدي ممل قد ينفر الناس من حوله المحتوى الثري الذي أضفته شكرا عمر ذيبان ضيفنا من استوديوهاتنا في جدة يوتيوبر وصانع محتوى وباحث في التاريخ لكل هذه المعلومات القيم التي أضفتها أيضا في هذه الحلقة الفصل في هذا الأمر هو للمتابع فاصل ونعود اشتركوا في القناة